السلام عليكم ورحبا بكم معي فيديو جديد في وصفة جديدة اليوم ان شاء الله سنحضر واحد نوع من انواع الشيبس اللي يتحضر في البيت مقرمشات الشيتوس يجيو داد بزاف مقرمشين وسهلين في تحضير بسرعة بسرعة كي يوجدو مقادير بسيطة جدا اكيد سوفراء في كل بيت يجيو مقرمشين خصوصا الى تكالوهما باقي زبان فكتكون فيهم واحد القرمشة كما اشتو عندي هنا يا ثلاثة الحبات متوسطين ديال البطاطا البطاطا اخذتها غسلتها مزيان ودرتها تتلقات بالقشرة ديالها هذه نقطة مهمة باش ينجحوا لكم هاد الشيبس فالبطاطا ضروري تسلقوها بالقشرة ديالها باش ما يدخل لهاش المال داخل بحرم لي تكونوا كتقليوها ما تحلش لكم في السيت كننقوها ونمعسوها ها بكم زين فورشيت ولا بهاد الادات مهم معسوها وهي بقى سخونة باش كترجع على شكل عجينة كمشته كننزيد هنا يا المايزينة عندي ثلاثة المعالق الكبار عمرين مزيان يعني كمشتو ثلاثة الحبات ديال البطاطا غادي نديرو لهم ثلاثة المعالق كبار ديال المايزينة شحل ما درتو ديال البطاطا غادي ديروا ديال المايزينة بشرط ان وانا الحبة البطاطا متكونش كبيرة بزاف كمشتو غير متوسطة وغادي نديروه كذلك 3 دل معالق الكبار دل الحليب يعني 3 دل حبات البطاطا 3 دل معالق دل مايزينة و 3 دل معالق دل الحليب غادي نزيد بيضاء صغيرة شي شوية مش كبيرة بزاف وعندي هنا يا واحد معالق صغيرة دل الملحة غادي نسموها شوية هنا يا بليبزار غادي نزيد واحد الرسم معالق صغيرة دل الفلفل الاسود وكذلك غادي نزيد واحد شوية ديلة حميرة فقط باش تعطينا اللون ما تكتروش بزاف تقدرو تضيفو الفرماج ولا الزعتر ولا التوم بودرة او البصل بودرة ثم تكون مليكوا الاختيار تنسموه باش ما بغيتو صافي وكن نرجع لنعجينا شي مزيان حتى دوك التوابيل كيدخولو مزيان فل بطاطا كمشت هنا يا رجعت عجينة ملصة كمشت هادي ناخد جيب حلواني لا تستعمل غير بلاستيك نعمر في الكيمياء البطاطا ملصة كمشت ملصة كمشت ملصة كمشت سوف نستعمل كمشت ونقطع من اللي تحت القياس اللي انا بغيت تقطاش بغيت هاد الحبات هنا في واحد كاسول وطنجرة اضافة كمية الزيت تكون شوية كثيرة لا تكون قليلة اضافة اضافة بطاطة خفيفة نساعد بالبلاستيك اضافة بالبلاستيك سهل اضافة اضافة معقودة نحن تحلل نحن تحلي لكي تكون اضافة ضحة 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 ضح بإ也是 نجدة واستمر بنفس الطريقة نضح بحانات طهلا اقدم بالأخي اشتركوا في القناة 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 باش يتحمرون جميع الجهات وياخذوا هاد اللون الذهبي الجميل كمشتو فانا بعدما ساليت الكيميا كلها تقريبا اللي عندي كنقدموهم باقي صفيل ونزينوهم بشوية دير الفرمج محكوك شوية دير مبنوس فكسبقوا وقلت لكم الاحسن انكم تقدموهم باقي صفال لانهم كيكونوا مقرمشين كيف العادة اللي عجبكم في فيديو منساشت بارتاجيوه مع الاهر والاصدقاء ديالكم كذلك مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وواتسابت خليتكم على خير و الى فيديو قادم ان شاء الله تهلاولي افراسكم السلام عليكم المترجمات التواصل الان المترجمات التواصل الاجتماعي فيها السلام عليكم رامان من صفحات الاجتماعي فيها ترجمة نانسي قنقر